مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد من فيديوهاتنا حيث سنتكلم اليوم عن أسرار تدخيم عناقد العنب في المنزل وسنتحدث عن الأسباب التي تجعل عناقد العنب تبدو مرة وكيفية تفادي ذلك وسنتعرف على أهمية السماد العضوي والشمس وتقليم الأغصان وأفضل وقت للري فمن بين الأسباب التي تجعل عناقد العنب تبدو مرة أصدقائي هي قلة كمية الماء إذا لم تحصل شتلة العنب على كمية كافية من الماء فقد تؤثر هذه الحالة سلبيا على جودة العنب وتجعله مرا وقت الري يجب تحديد وقت الري بعناية فإذا تم الري في فترة النهار الحارة فقد يؤدي ذلك إلى تبخر الماء بسرعة وجعل العنب مر وعلى الجانب الآخر إذا تم الري في فترة الليل البارد قد يؤدي ذلك إلى تأخير نمو العنب وجعله مرا أفضل وقت للري أصدقائي يجب الحرص على الري بشكل منتظم بمعدل مرتين في الأسبوع ويفضل الري في الصباح الباكر أو في المساء لتفادي تبخر الماء بسرعة أما أصدقائي بالنسبة لطريقة تحسين جودة العنب أو جودة عناقد العنب يجب استخدام سماد العضوي يعتبر السماد العضوي أفضل خيار لتحسين جودة العنب حيث يحتوي على مكونات غذائية هامة لشتلة العنب ويساعد أيضا على تحسين جودة التربة ولا تنسوا أصدقائي الشمس الحارة يحتاج العنب إلى حرارة للنمو ولذلك يجب وضع شتائل العنب في مكان مشمس للحصول على أفضل نتائج وكذلك أصدقائي تقليم الأغصان يجب تقليم الأغصان الزائدة بانتظام حيث يساعد ذلك العناقد على امتصاص التغذية الموجودة في الأغصان أو لاستفادة من العصارة وهذا يؤدي إلى تدخيم التمار ويكون أصدقائي التقليم على هذه الطريقة مثل هذا العنقود الموجود على هذا الساق نقوم بتقليم هذه الأغصان الزائدة وتم نقوم بتقليم رأس الغصن حتى يستفد العنقود من الغصن بالكامل ونود أن نذكر مشاهدينا بأن الإعجاب بالفيديو يساعدنا على الاستمرار وكذلك يساعدنا على تقديم محتوى جيد لكم وبهذه النصائح البسيطة أصدقائي يمكنكم تحسين جودة العنب وجعل العناقد أكثر طعما وجودة ويمكن أن تساعد هذه الخطوات في نجاح العنب 100% في المنزل وتحقيق نتائج مذهلة لا تنسوا الاهتمام بالأسباب التي تجعل العناقد تبدو مرة والحرش على استخدام السماد العضوي وضمان جودة الشمس الحارة الكافية وتقليم الأغصان بانتظام والري في الوقت المناسب نتمنى لكم نتائج مذهلة وعناقد عنب لذيذة وسحية وشكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو ونراكم أصدقائي في فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة